أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى عدد جديد ومتجدد من حديثها الصحافة وأبرز ما تضمنتها الصحف من أخبار وطنية ودولية نستهلها كالعادة بالجرائد الوطنية ومن جريدة المساء وفي صدر صفحتها نقرأ عودة عدم الانحياز من بوابة الجزائر اجتماع مصغر لدول الحركة بالجزائر هذا الصيف وجاء في تفاصيل هذا المقال 150 رجل أعمال جزائري بكمبالا لبحث فرص شراكة قريبا أكد على تنسيق المواقف مع أغندا لنصرة القضايا العادلة الرئيس تبون حيث كشف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس عن إنيقاد اجتماع مصغر لدول حركة عدم الانحياز في الجزائر خلال الصائفة المقبلة وجاء إعلان الرئيس تبون عن هذا الحدث الهام المرتقب بالجزائر خلال الندوة صحفية مشتركة نشطها مع نظيره الأغندي يويري موسيفيني بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها هذا الأخير إلى الجزائر وتتفق الجزائر وأغندا عند ضرورة تطوير العمل الإفريقي المشترك على نحو أكبر في إطار الاتحاد الإفريقي بهدف حماية بلدان القرى من التوترات الراهنة التي تميز الوضع الدولي وتمكنها من مواجهة التحديات المتمخضة عن ذلك فضلا عن تقاسمها للطرح ذاته عندما يتعلق الأمر بتعزيز التشاور والتنسيق داخل المنظمات الدولية وحركة دول عدم الانحياز إلى جريدة المشوار السياسي التي عنونت في هذا المقال صدور القوانين الأساسية لعمال الصحة نهاية 2023 رئيس نقابة الأساتذة الجامعيين يكشف حيث أكد مدير الأنشطة الطبية وشبهة الطبية بمستشفى مصطفى باشر الجامعي ورئيس نقابة النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين الجامعيين البروفيسور رشيد بالحاج أن الجزائر تتوفر على 15 كلية تخصص طب مقارنة بدول الجوار تكوين كفاءتها في مجال الطب وكشفها البروفيسور رشيد بالحاج لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى يقول المقال عن الدخول في نقاشات مع وزارتي الصحة والتعليم العالي بغية مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بمختلف شرائح عمال قطاع الصحة ومن المنتظر أن تعود بالفائدة على العنصر البشري من الناحية المادية والمهنية والتكوينية وذلك مع صدورها نهاية السنة الجارية وشدد المتحدث على ضرورة رقمنة قطاع الصحة بما يتماشى واحترام الخريطة الصحية وكذا المصار العلاجي والبحوث العلمية حتى يتم تحسين المنظومة الصحية بالجزائر إلى جريدة المغرب الأوسط التي عنوانت معبر الجزائر موريطانيا شرايان استراتيجي للتجارة يرتقب أن يدخل حيز الخدمة قريبا ليفتح بوابة نحو إفريقيا وكشف هذا المقال الذي يقول توشك الأشغال بالمعبر الحدودي بين الجزائر وموريطانيا على نهايتها ليدخل الأخير حيز الخدمة ليفتح المجال أمام الأفاق الاقتصادية واسعة بين البلدين سواء فيما يتعلق بالتبدل التجاري أو اقتحام الجزائر للأسواق الإفريقية كما من شأنه أن يدفع بوتيرة عبور المركبات والشاحنات والأشخاص والسلع مما يؤثر على عملية التنمية بالمنطقة وتعزيز التعاون التجاري بين الجزائر وموريطانيا وتقف السلطات المحلية لولاية تندوف يضيف المقال على سير واتيرة الأشغال بالمعبر الحدودي البري الرابط بين الجزائر وموريطانيا وطالب ولي تندوف يضيف المقال مدير التجهيزات العمومية بولاية تندوف وكذا مكتب الدراسات الرفع من واتيرة الإنجاز وضرورة تكثيف ورشاة العمل من أجل تسليم الأشغال وفق المواصفات التقنية وفي أجالها المحددة إلى جريدة أخبار اليوم التي عنونت سم في مشروبات الجزائريين منتجون يبدون استعدادهم لتقليل نسبة السكر بها حيث تسعى المؤسسات الجزائرية المتخصصة يقول هذا المقال في صناعة المشروبات إلى التقليل من نسبة السكر في منتجاتها وحفاظا على الصحة العمومية وتطبيقا للتنظيم الجديد في هذا المجال والذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا مع تشديدها في الوقت نفسه على أهمية تحسيس المستهلك بجدوى هذا المسعى وضمان الرقابة الصارمة للتأكد من احترام جميع المتعاملين للمعايير الجديدة في صناعة هذه المنتجات واسعة الاستهلاك ويتعلق الأمر بالقرار الوزاري المشترك صناعة فلاحة تجارة وصحة المتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعصائر الفواكه ونكتار الفواكه وعصائر الخضار والمشروبات وبعصائر الفواكه أو الخضر المؤرخ في الواحد والعشرين مارس الفين واثنتين وعشرين والقرار الوزاري المشترك بين الصناعة والفلاحة والتجارة والصحة والموارد المائية المتضمن اللائحة الفنية التي تحدد خصائص بعض المشروبات المنعشة والمؤرخ في التاسع والعشرين من أوت الفين واثنتين وعشرين إلى المواقع الإلكترونية الوطنية والبداية بموقع النهار أونلاين الذي عنونا سيحي يؤكد مساعي الجزائر لإنجاح الدورة الثامنية والخمسين لمجلس وزراء الصحة العرب حيث استقبل وزير الصحة عبد الحق سيحي مساء عمس يقول هذا المقال السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية وذلك عشية انعقاد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب في دورته الثامنة والخمسين تحت عنوان تعزيز الأمن الصحي من أجل تحسين صحة السكان والاستعداد لأي جوائح غير معروفة حيث أكدت الدكتورة هيفاء أبو غزالة في عقاب المحادثات التي جمعتها مع وزير الصحة على الأهمية التي يحظى بها لقاء الجزائر بالنظر إلى القضايا التي سيتم دراستها ومناقشتها ضمن جدول الأعمال المقرر خلال هذه الدورة في مقال آخر على موقع النهار أونلاين يخص سعر السيارات عنوان مصدر رسمي للنهار هكذا سيكون سعر سيارة فيات 500 حيث بعد منح الاعتماد النهائي لوكيل علامة فيات الإيطالية في الجزائر فإن عملية استيراد هذا النوع من السيارات ستبدأ في غضون أيام ومن المقرر بيع أول سيارة فيات المستوردة في التاسع عشر مارس الحالي أو في غضون عشرة أيام يقول المقال حيث سيشرع بعض الوكلاء في استيراد السيارات خلال الأيام المقبلة وستوفر فيات لسائق السيارات أربع طرازات من السيارات ويتعلق الأمر بفيات 500 ودوبلو وبوندا وفيات تيبو الشهيرة حيث سيتم تجهيز هذه السيارات المستوردة بمحركات بنزين وحسب مصادر النهار أونلاين يقول المقال فإن سعر سيارة فيات 500 سيكون 15 ألف أورو أي ما يعادل 210 مليون سنتيم بسعر الصرف في البنك الوطني الجزائري إلى موقع الشعب أونلاين الذي عنونا الوزير الأول يستقبل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية حيث يستقبل الوزير الأول عيمان بن عبد الرحمن أمس الأحد بقصر الحكومة جوزاب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر وأفد بيان للوزارة الأولى بأن اللقاء شكل فرصة لتطرق إلى واقع وأفاق العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات وجرى اللقاء بحضور الأمينة العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عمار بن لاني يضيف المصدر ذاته كما جاء في هذا المقال إلى موقع الخبر أونلاين الذي عنونا الجزائر أوغندا تطابق كلي لوجهات النظر حول الصحراء الغربية حيث عرفت المحادثات التي جرت بين رئيسي الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره الأوغندي يويري موسيفيني الذي يقوم بزيارة دولة إلى الجزائر بدعوة من الرئيس تبون تطابقا كليا لوجهة النظر حول مسألة الصحراء الغربية ويدل هذا التطابق الكلي لوجهة النظر بين البلدين حسب ما جاء في برقية لوكلة الأنباء الجزائرية يقول هذا المقال سيما حول المسائل الإفريقية على أهمية التضامن والتعاون بين بلدان القارة الإفريقية كما عبر الرئيسان من جانب آخر عن إرادتهما في دفع العلاقات الجزائرية الأوغندية في شتى المجالات والارتقاء بتعاونهما الاقتصادي إلى مستوى التوافق السياسي إلى الصحافة الدولية والبداية بموقع الجزيرة ومن الصين عنوانة الرئيس الصيني سنؤسس جيشا قويا ونعمل على إعادة توحيد طيوان وتعزيز الاستقرار في هونغ كونغ حيث قال الرئيس الصيني شي جيم بينغ في خطابه الأول منذ توليه رئاسة الصين لولاية ثالثة أن بلاده ستعمل على تعزيز أمنها القومي للحفاظ على استقرارها في حين انتقد رئيس الوزراء الصيني الجديد لتيانغ الاثنين تطويق بلاده وقمعها من جانب الولايات المتحدة وأضاف شي في اختتام أعمال مجلس نواب الشعب في بكين أن الصين ستؤسس جيشا قويا ليصبح صورا فلاديا يحمي أمنها ومصالحها الوطنية على حد تعبيره وحذر رئيس الصيني من المخاطر التي تتعرض لها الصين كما أكد رفض بكين للتدخلات الخارجية في ملف طيوان وما وصفها بالأنشطة الانفصالية الرامية لاستقلال الجزيرة وقال أن بكين ستعمل على تعزيز الاستقرار في هونغ كونغ ومكاو إلى موقع روسيا اليوم الذي عنونا زخاروفا تصريحات وزير الخارجي الأوكراني حول عدم رغبة روسيا في التفاوض كذبة كبرى حيث وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا تصريحات وزير الخارجي الأوكراني ديمتري كوليبة حول عدم رغبة موسكو في التفاوض مع كيف بأنها كذبة كبرى وأشارت زخاروفا إلى أن كوليبة وصف الإيطاليين الذين يدعون إلى تسوية النزاع من خلال المفاوضات بالمنافقين وأكدت أن وزير الخارجي الأوكراني يزعم أنه لا يرى استعداد موسكو للمفاوضات لكن ممثلي نظام كيف حضروا بأنفسهم قانونيا المفاوضات مع روسيا ولفتت إلى أن كوليبة توقع نهاية أوروبا في حالة هزيمة أوكرانيا إلى موقع الشرق للأخبار الذي عنونا بايدن يعلن حلا لأزمة بنك سيليكون فالي ويتعاهد بمحاسبة المسؤولين حيث تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأحد بمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن إفلاس بنك سيليكون فالي فيما أعلنت إدارته عن خطة إنقاذ لحماية الودائع لتجنب اتساع نطاق تداعيات الأزمة لكنها شددت على أنها لن تقوم بخطة إنقاذ تشمل ضخ أموال عامة وأعلن الرئيس الأمريكي التوصل إلى حل في أزمة بنك سيليكون فالي وسيجينتشير في أعقاب اجتماع وزيرة الخزانة جانيت تأييلين ورئيس الإحتياطي الفيدرالي مع مجلس إدارة البنكين وقال أن الحل يحمي العمال والشركات الصغيرة ودافعي الضرائب والنظام المالي يقول وأضاف الرئيس في تصريحات مشارها أيضا عبر سلسلة تغريدات على تويتر يمكن للشعب الأمريكي والشركات الأمريكية أن يثقوا في أن ودائعهم المصرفية ستكون موجودة عندما يحتاجون إليها إلى موقع الانديبندنت عربية التي عنوانت حملة بريطانية لمنح طالبي اللجوء الحق في العمل حيث أطلقت منظمات غير حكومية وخبراء حملة من أجل منح طالبي اللجوء القادمين بالألاف بشكل غير قانوني عبر القوارب إلى المملكة المتحدة الحق في العمل بهدف تقليل كلفة استضافتهم في خضم الجدل منذ التقديم أو تقديم دوانينغ ستريت القانون يقيد حق اللجوء وبينما ركزت مناقشات قمة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس إيمونويل ماكرون يوم الجمعة في باريس على قضية الهجرة غير النظامية عبر القناة باتجاه بريطانيا وأوردت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان أن كلفة الإقامة الفندقية لطالبي اللجوء في المملكة المتحدة تبلغ في اليوم ستة ملايين جنيه استرليني كما يحق لهم أيضا الحصول على بدل إقامة أسبوعي زهيد وأثقل ذلك كاهل الخزانة العامة بشدة منذ تراكم مئة وستين ألف ملف لطلب اللاجئين يقول هذا المقال ومن القدس العربي عنونا خفر السواحل الإيطالي فقدان ثلاثين مهاجرا وإنقاذ سبعة عشر آخرين بعد انقلاب قارب وسط البحر المتوسط حيث قال خفر السواحل الإيطالي أنه جرى إنقاذ سبعة عشر مهاجرا وسط البحر المتوسط أمس الأحد فيما لا يزال ثلاثون آخرون في إعداد المفقودين بعد أن انقلب قاربا كانوا يسافرون على متنه من ليبيا في طقس سيء وقال خفر السواحل في بيان أن عملية الإنقاذ مستمرة بدعم من سفن تجارية وبدعم جوي من الوكالة الأوروبية لمراقبة حدود الاتحاد الأوروبي وفي الوقت الذي توجهت فيه سفنتان تجاريتان أخريان إلى المنطقة وطلبت روما بعد ذلك من السفن التجارية المتواجدة في المنطقة الانضمام إلى عملية الإنقاذ وبهذا الخبر مشاهدنا الكرام نصل وإياكم إلى ختام جولتنا عبر الصحف شكرا على طيب المتابعة السلام عليكم